توقعات بتباط اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام كشف عنها صندوق النقد الدولي معللاً ذلك بتداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة وخفض إنتاج النفط رغم متانة التوقعات الاقتصادية العالمية وقالت مديرة الصندوق إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط يتجلى بارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض حركة المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس محذرة من احتمال حدوث تأثير أوسع نطاقاً على الاقتصادات الإقليمية جراء استمرار الحرب ما قد يفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي وأضافت المسؤولة الدولية أن اقتصادات الدول المجاورة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية تتأثر بتداعية الحرب على عائداتها السياحية إلى جانب قفزة تكاليف الشحن ما ضاعف التحديات التي تواجهها تلك الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من صدمات سابقة وفي آخر تحديث لصندوق النقد بشأن وضع الاقتصاد الإقليمي عدل الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخفضه إلى 2.9% هذا العام أي أقل من توقعاته في أكتوبر الماضي في المقابل أزاد الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خصوصاً للولايات المتحدة والصين مشيراً إلى تراجع التضخم بشكل أسرع من المتوقع فلسطينياً قالت مديرة الصندوق إن الحرب دمرت اقتصاد قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة حيث تراجع النشاط الاقتصادي في القطاع بـ 80% في الفترة بين أكتوبر وديسمبر الماضيين على أساس سنوي في حين بلغ التراجع في الضفة الغربية 22% من جانبه توقع رئيس سلطة النقد الفلسطينية انكماش اقتصادي بلاده بما يراوح بين 11 و 15% هذا العام وأن يبلغ التضخم 5% بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة شيمة عاصم 3 عربي